أنواع فيزا البرازيل تقدم البرازيل عدة أنواع من الفيزا يمكنك الاختيار من بينها عند تعبئة نموذج طلبك فيزا الزيارة تصدر فيزا زيارة البرازيل للإقامة لمدة تصل إلى 9 يوما مع إمكانية التمديد حسب جنسية مقدم الطلب هذا النوع من فيزا الإقامة القصيرة ليس مجرد فيزا سياحية للبرازيل فهي تصدر أيضا لأغراض أخرى كالعمل والعبور، التلانزيت وأغراض رياضية أو فنية أخرى فيزا البحث والتدريس والإرشاد الأكاديمي يصدر هذا النوع من الفيزا لأي مواطن أجنب يسافر إلى البرازيل للعمل على أساس تعاقد كعالم أو مدرس أو مدرب أو أي محترف مؤهل يجب على حامل الفيزا التسجيل لدى الشرطة الفيدرالية وتقديم نسخة من طلب الفيزا في غضون 30 يوما بعد دخولهم البرازيل فيزا الطالب فيزا الدراسة في البرازيل مخصصة للمواطنين الأجانب القادمين إلى البرازيل للمشاركة في دورات أكاديمية منتظمة أو أبحاث أو برامج دراسية أخرى يجب على المتقدمين للحصول على هذه الفيزا استفاء معايير الأهلية التي حددتها السفارة أو القنصلية التي يقدمون فيها طلب الفيزا يجب على حامل الفيزا التسجيل لدى الشرطة الفيدرالية وتقديم نسخة من طلب الفيزا في غضون 9 يوما من دخولهم البرازيل فيزا العملي تصدر فيزا عمل البرازيل للمواطنين الأجانب الذين حصلوا على عقد عمل ساري المفعول من مؤسسة أو شركة في البرازيل ويجب على حامل فيزا عمل البرازيل التسجيل لدى الشرطة الفيدرالية وتقديم نسخة من طلب الفيزا في غضون 9 يوما من الدخول فيزا المراسل الأجنبي يصدر هذا النوع من الفيزا للصحفيين أو المصورين أو المراسلين الأجانب القادمين إلى البرازيل للمشاركة في أنشطة صحفية أو إعلامية ويجب على حامل الفيزا التسجيل لدى الشرطة الفيدرالية وتقديم نسخة من طلب الفيزا في غضون 30 يوما بعد دخول البرازيل ديني تبشيري فيزا يمكن لأعضاء الطوائف الدينية أو القساوسة الأجانب التقدم للحصول على هذه الفيزا بشرط أن يسافر إلى البرازيل للمشاركة في الأنشطة الدينية ذات الصلة ويجب على حامل الفيزا التسجيل لدى الشرطة الفيدرالية وتقديم نسخة من طلب الفيزا في غضون 30 يوما بعد دخول البرازيل الفيزا الدائمة يصدر هذا النوع من الفيزا للمسافرين إلى البرازيل من أجل لمشامل الأسرة ويصدر أيضا للباحثين أو المستثمرين أو رواد الأعمال أو غيرهم ممن يتم نقلهم أو يتقعدون في البرازيل تقديم طلب للحصول على فيزا البرازيل يعد التقديم للحصول على فيزا البرازيل عملية بسيطة ويمكن إكمالها من خلال اتباع بعض الخطوات الأساسية الخطوة واحد تعبئة نموذج طلب الفيزا يمكن تعبئة نموذج طلب فيزا البرازيل عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للهجرة حدد خيار الفيزا وانقر فوق بدء طلب جديد للمتابعة الخطوة اثنان تحميل كافة المستندات المطلوبة الخطوة ثلاثة تباعة صفحة تأكيد الطلب الخطوة أربعة تقديم طلب الفيزا الخطوة خمسة دفع رسوم الفيزا الخطوة ستة استلام جواز السفر متطلبات فيزا البرازيل من المهم أن تكون جميع المستندات المطلوبة معدة وجاهزة للتقديم لضمان الموافقة على طلبك للحصول على فيزا البرازيل فيما يلي المتطلبات الأساسية لجميع أنواع فيزا البرازيل جواز سفر يجب أن يكون جواز السفر صالحا طوال مدة إقامتك في البرازيل ويحتوي على ثلاث ثلاث صفحات فارغة على الأقل للاستخدام الرسمي صورة شخصية يجب على مقدم الطلب تقديم صورة شخصية ملتقطة حديثا وذات خلفية بيضاء بحجم ثلاث فاصل خمس ضرب أربع فاصل خمس سم نموذج الطلب يجب تعبئة نموذج طلب الفيزا عبر الإنترنت بجميع المعلومات المطلوبة وطباعة إيصال نموذج طلب الفيزا وينبغي أن تكون جميع المعلومات المقدمة صحيحة ودقيقة إيصال دفع الرسوم القنصلية قد تختلف طريقة دفع رسوم الفيزا اعتمادا على السفارة أو القنصلية التي تقدم فيها طلب الفيزا من المهم التحقق مسبقا حتى تكون مستعدا لطريقة الدفع المناسبة ربما تكون هناك حاجة إلى مستندات إضافية اعتمادا على جنسيتك ونوع فيزا البرازيل التي تتقدم للحصول عليها من المهم مراجعة قائمة المتطلبات التي تقدمها السفارة أو القنصلية التي تخطط لتقديم طلب الفيزا إليها قد تتضمن بعض الأمثلة على المستندات الإضافية شهادة ميلاد أو إثبات إقامة أثناء وجودك في البرازيل أو عقد عمل أو خطاب تسجيل في مؤسسة أكاديمية مكان التقديم يقدم معظم الرعاية الأجانب الذين يحتاجون إلى فيزا للبرازيل طلباتهم في السفارة أو القنصلية البرازيلية المعنية يمكن تعبئة نماذج الطلب عبر الإنترنت ولكن يجب تقديم المستندات المطلوبة وإيصال نموذج طلب الفيزا إما شخصيا أو بالبريد اعتمادا على متطلبات السفارة أو القنصلية وقت معالجة الفيزا يختلف الوقت اللازم لمعالجة طلب فيزا البرازيل حسب جنسيتك ونوع الفيزا التي اخترتها ويختلف أيضا اعتمادا على قدرة السفارة أو القنصلية التي تقدم فيها حزمة طلب الفيزا تتراوح الفترة الزمنية التقديرية لمعالجة فيزا البرازيل من يومين إلى خمسة عشر يوم عمل من المهم إعداد طلب الفيزا مسبقا وترك خطط سفرك مرنة حتى تتأكد من إصدار الفيزا في الوقت المحدد